الرحمن الرحيم متابعين الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تركيا تختبر اول مقاتلة مسيرة فهل تستطيع هزيمة الطائرات البشرية هذه الطائرة ذات القدرات الكبيرة والمتطورة لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية اختبرت تركيا اول طائرة مسيرة مقاتلة محلية الصنع تتميز بقدرات شباحية وينتظر ان تطير بسرعة الصوت وان تزود بقدرات قتالية تضاهي المقاتلات الشباحية البشرية وتمثل المقاتلة التركية المسيرة اهمية بالغة للقوات الجوية للبلاد التي حرمت من الطائرات الشباحية الامريكية اف خمسة وتلاتين واعلنت شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية المنتجة للطائرة المسيرة الشهيرة بيرقدارت بي اتنين اجتياز اول مقاتلة مسيرة والمعروفة باسم كزل المة التي تعني التفاح الحمراء بالتركية بنجاح اختبارات السير اوتوماتيكيا على المدرج واضافت الشركة في بيان لها الاحد نشرته وكالة الاناظول ان اول مقاتلة مسيرة بيرقدار كزل المة قطعت باجتيازها هذه الاختبارات شوطا كبيرا في طريقها للتحليق في الاجواء واشارت الشركة الى ان رئيس مجلس ادارة الشركة سلجوق بيرقدار اشرف على عمليات الاختبار المذكورة في الوقت الحالي احرزت دول قليلة اخرى نجاحات في اختبارات تطوير مقاتلات مسيرة باستثناء الصين واستراليا عبر فرع بيونج لديها وهناك مشروعات امريكية وصينية يحيطها الغموض يعتقد انها تستهدف تطوير مقاتلات مسيرة ذات سرعات عالية ما هي قصة تطوير المقاتلة المسيرة التركية الشبحية بدأ تطوير المقاتلة التركية كيز الالما منذ فترة طويلة في عام 2013 على الرغم من ان المشروع لم يتم الكشف عنه للجمهور الا في يوليو تموز 2021 عندما تم تقديم الدراسات المفاهيمية ثم كشفت شركة بيكار مطلع مارس اذار الماضي عن المقاتلة المسيرة التركية بيرقدار كيز الالما ومن المقرر ان تتم الرحلة الاولى في العام المقبل قد يبدو هذا الهدف قابلا للتحقيق بناء على حقيقة ان نموذجا اوليا يخضع الان لاختبارات ارضية حسب تقرير لموقع درايف الامريكي وذكرت صحيفة حريات التركية انه تم الانتهاء من اختبار تكامل المحرك الاول منذ شهرين وعلى عكس الطائرات المسيرة الشائعة فان المقاتلة التركية المسيرة بيرقدار كيز الالما تستطيع اجراء مناورات حادة وتنفيذ مهم قتالية جو جو مثلها مثل المقاتلات التقليدية المقصود بالتقليدية هنا البشرية بحيث تمكن تركيا من تغيير الموازين الحربية الجوية حسب وكالة الاناضول وتعد كيز الالما نموذجا اكثر تقدما بكثير من طائرة بيرقدار تبي اتنين الشهيرة المتخصصة في القصف الارضي والتي غيرت مصاري الحروب في ساحات عدة بدءا من ليبيا وادلب بسوريا مرورا بحرب الكوقاز بين ارمينيا واذريبيجان وصولا الى اوكرانيا حيث لعبت دورا كبيرا في افشال هجوم الربيع الروسي الذي استهدف العاصمة كيف فعلى عكس طائرات بيرقدار تبي اتنين واكنجي من المقرر ان تمتلك كزي الالما السريعة وذات قدرات التحليق المرتفعة قدرة قتال جو جو بالاضافة الى اجراء عمليات استخباراتية ومراقبة واستطلاع وعمليات قصف ومع ذلك لا تتوفر سوى تفاصيل قليلة عن الكترونيات الطيران وقدراتها لاعتبارات امنية قدرات شباحية وتشبه طائرة شهيرة من الجيل الخامس لدى دولة عظمى تصميم الطائرة كما اظهرته الفيديوهات والصور له عدد من الخصائص المطلوبة في المهام القتالية الجوية التي تقوم بها الطائرة المقاتلة المأهولة الشباحية حسب ما ذكر الكاتب المتخصص في الدفاع توماس نيو ديك في تقرير نشرة بموقع زدريف الامريكي ومن المخطط ان تؤدي بيرقداركز الالم المهم الاكثر صعوبة بفضل ميزة التخفي عن شاشات الرادارات بشكل اكبر وان يصل وزنها الى 6 اطنان وتكون قادرة على حمل 1500 كيلو جرام من الصواريخ والذخائر الطائرة مزودة بمحرك توربيني واحد من اوكرانيا ولكن من المخطط ان يتم استبداله في الاصدارات الاحدث بمحرك مزود بحارق لاحق لضمان تحليق الطائرة بسرعة اكثر من سرعة الصوت وفقا لموقع زدريف الامريكي ويقول الموقع حتى مع وجود محرك غير مزود بحارق لاحق يتوقع ان تقدم كزي الالم اداءا رائعا مع سرعة قصوى قريبة من واحد ماخ الطائرة الجديدة مثيرة للاهتمام لعدة اسباب حيث يذكر شكلها على الفور بالمقاتلة الشبحية الصينية الشهيرة جي عشرين التي تعد در التاج الطيران الصيني حيث انها مزودة مثلها بمثبتات عمودية مغطاة حسب ما ورد في تقريرات عديدة وتتميز كزي الالم بتكوين جنح دلتة من النوع الذي شهد في بعض تصميمات الطائرات المقاتلة الاخرى بما في ذلك المقاتلة الصينية جي عشرين والطائرة بدون طيار الصينية الغامضة ويعد استخدام هذا الجناح بمثابة مقايضة بين الشبحية والقدرة على المناورة على الرغم من انه يمكن اتخاذ بعض التدابير للحد من تأثيره الذي يزيد البصمة الردارية خاصة ان اسطح الذيل تتكون من مثبتات رأسية ممزقة في هذا الصدد ستجمع المقاتلة التركية المسيرة بين كونها منخفضة الرصد والقدرة على المناورة العدوانية مما يجعلها قادرة على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام التي تقوم بها حاليا الطائرات المقاتلة المأهولة يرى موقع درايف الاميركي ان المقاتلة التركية تتسم بمميزات لتقليل المقطع العرضي للرادار من زوايا معينة مثل خطوط العمود الفقري لجسم الطائرة ولكنه يقول انه من الواضح ان تصميم الطائرة يرجح الاداء العالي بشكل اكبر من القدرات الشبحية مضيفا هذا ليس شيئا نراه عادة في الطائرات بدون طيار مع استثناء محتمل في الطائرات امي كو 28 الامريكية على الاقل الى حد ما خطط لجعلها تنطلق من السفن وحاملات الطائرات ستكون المقاتلة التركية المسيرة قادرة على الاقلاع والهبوط على حاملات الطائرات قصيرة المدرج ايضا ومن المحتمل ان تركيا تخطط لتشغيل طائرات بدون طيار من السفينة البرمائية التابعة للبحرية التركية تي جي انادولو ستطير بسرعة الصوت سيكون لدى المقاتلة التركية المسيرة نصف قطر قتال 500 ميل بحري وارتفاع تشغيلي 35000 قدم وقدر التحليق لمدة 5 ساعات وسرعة طواف حوالي 6.1 ماخ مع سرعة قصوة تتجاوز 1 ماخ هل يتم تسيرها من طائرة مأهولة ام محطات ارضية ام بالذكاء الاصطناعي ليس من الواضح ما اذا كانت المقاتلة التركية كزي الالم ستعمل كجناح تابع ان يتم التحكم فيه من طائرة اخرى تكون مأهولة تعمل كسفينة ام يوجه سربا من المسيرات ام سيتم توجيهها من محطات ارضية او حتى اذا كان من المتوقع اسقاطها طائرات معادية بدرجة ما من الاستقلالية النقطة الاخيرة هي النقطة التي يثار حولها جدل كبير في سلاح الجو الامريكي ورغم كل العيوب المحتملة للمقاتلات المسيرة في ظل غياب طيار بشر يقودها فان المميزات المقابلة لا تعوض بدءا من التخلص من الوزن والمساحة التي يحتلها الطيار وقدرة المقاتلة المسيرة على القيام بمناورات لا يمكن تنفيذها اذا كانت تحمل انسانا الى جانب انها تتيح لموجهيها خيارات اكثر مخاطرة لانهم لا يخشون من فقدان ارواح بشرية اذا سقطت الطائرة فضلا عن انها اقل تكلفة من الطائرات المأهولة اذا تركيا بفضل نجاحات بيرقدرت بي اتنين فهي قادرة على تطوير مقاتلة مسيرة شبحية قادرة على المناورة تعزز مكان التركيا كقوة صائدة للطائرات بدون طيار على الساحة الدولية نتمنى دوام التوفيق لتركيا متابعين الاعزاء في الختام لا تنسوا ان تدعمونا بتسجيل اعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة